مهند فواز سوداني من أصول عراقية قدم إلى الخرطوم وأقام فيها عام 2014 يقول فواز إنه حصل على المستندات الرسمية من جنسية وجواز سفر وبطاقة هوية بقرار من الرئيس السابق عمر البشير غير أن سلطات وزارة الداخلية وبعد سقوط نظام البشير عبر ثورة شعبية أصدرت قرارا بسحب هذه المستندات من فواز وغيره ممن حصلوا عليها بعد عام 2014 إن كان هناك مخالفة قانونية نحن نقبل الحكومة تأخذ إجراءاتها القانونية والإجراءاتها الصحيحة تخضع لكل الإجراءات وتدقى كل المستمسكات من الرقم الوطني أو من الجنسية أو من الجواز أو من البطاقة القومية أما أن يحضر ونمنع من الحرية نحن ونسافر إلى بلدنا هذا لا يعقل خاصة نحن في هذا البلستان لنا سنين وعندنا أشغال وعندنا أعمال وأطفالنا في المدارس أكثر من ثمانية عشر ألف سوداني بينهم مستثمرين ولاعبي كرة قدم وغيرهم تنحدر أصولهم من بلدان عربية وإفريقية منها العراق وسوريا وفلسطين وغيرها تم حضرهم من السفر ولا يمكنهم بأي حال مغادرة البلاد إلا بعد تسليم جوازاتهم وبطاقاتهم السودانية إلى لجنة حكومية مختصة قرار الحضر اعتبروا كثيرون بغير القانون لذا تقدموا بشكوى لمحكمة سودانية ضد وزارة الداخلية في تقديري أن القرار مخالف لقوانين الجنسية السودانية وبالتالي ينبغي إعلان بطلانه وإعلان كافة ما ترتب عليه تقدمت بطلب لمحكمة الطعون الإدارية وفقا للقانون بوقف تنفيذ القرار وزارة الداخلية وبعد تسلمها لجوازات ومستندات كثيرين أصدرت تنبيها للحاصلين على الجنسية السودانية بمراجعة دائرة الهوية خلال فترة أسبوعين وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المخالفين السلطات السودانية ترسل هذه الرسالة في بريد المجتمع الدولي وتريد أن تقول للمجتمع الدولي أن السودان سيتخذ إجراءات عنيفة وواضحة ومشددة تجاه كل من له شبهات خاصة بالإرهاب باعتبار أن هذا العهد الآن انتهى تماما وأنه لا مجال لهذه الجنسيات خاصة وأنها أخذت بطريقة مشبوهة وفقا لدستور البلاد السابق والذي استبدلت الحكومة الانتقالية الحالية بوثيقة دستورية جديدة يمكن للسلطات المختصة منح الجنسية لأي أجنبي شريطة أن يكون مقيما لمدة عشر سنوات أو متزوجا من إمرأة سودانية غير أن هناك من حصل على الجنسية وفقا لقرار مباشر من الرئيس السابق عمر البشير بغض النظر على الكيفية التي يحاز بها على الجنسية فإن معظم السودانيين المنحدرين من أصول عراقية أو غيرها يعملون مستثمرين في نحو ثلاثة آلاف مصنع ومشروع زراعي وفي حال تم نزع الجنسية منهم يخشى مراقبون أن ينعكس ذلك سلبا على بيئة الاستثمار عبدالباق العوض الحرة الخرطوم